السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أن هذا الفيديو يلقى الجميع بخير وعلى خير في حالة اللي تشوفوا معي الفيديو ديال اليوم فيديو رائع مميز خاص الطريقة ديال الورقة البديل ديال الورقة ديال بسطيلة بطريقة سهلة تحضرها في البيت مكين له صعوبات لا تشي حاجة سهلة بزاف معليكم غير تشوفوا هذا الفيديو تبعوا الطريقة والمراحل وإن شاء الله هتحصلوا لهذا النتيجة هاد الورقة اللي تشوفوا معي تطلح لكم جميع المملاحات إن شاء الله تكون لكم مناسبة لوصفة ديالكم في رمضان احتو إذا مجبرتوش الورقة أو لكن مشكلة أنه تحصلوا على الورقة فهذا الفيديو هذا هو اللي غدي يفيدكم إن شاء الله الطريقة رائعة وناجحة إن شاء الله تحصلوا على ورقة رائعة في القاوم دياله أو في الطعم دياله إن شاء الله المكونات سهلة وبسيطة بزاف نقول بسم الله عندي أربعة الأكوة بديال الطريقة هنا ما يعادل 800 جرام لحساب الاختيار هنا يعطني 23 ورقة للقطر ديال 30 سنطر الماء المعادي من الحانفية من البزبوز الماء يعني الماء بارد نورمال وشوية الملاحم العاقة صغيرة غير بيديل لأن ما غدا نحتاج لاندو الكول غير غير بيديل جمعه شوية بشوية أنا داتلي هذة الكمية هذي داتلي جوش كيسان ديال الماء يعني نفس الكيسان اللي عبرت في يوم التقيق عبرت في يوم الماء ولكن دائما كيبقال العبر على حساب النوعية ديال الدقيق سوف نجمع بها تشكيل في حال كما تشاهدون في الفيديو انا سرعت لكم الفيديو لكي لا يوجد شيء طويل وصافي سوف نضيف بلاستيكي او البلاستيك غذائي سوف ندلوها سوف نضيف 10 او 15 دقيقة ثم نحاول نجمع بها او نضيفها غير شوية ها هي كتشوفها تلقة راسة نضيفها أيضا سوف نضيفها سوف نضيفها ونضيفها او لنضيفها ثم نضيفها وفي نفس الوقت للعجينة لن تكون حافية فالعجينة في الأول نضيفها قصحة او شابرة نضيفها يجب ان ترتاح 1-4 ساعة بعد مروف 15 دقيقة يجب ان ترجع مضوعة العجينة يجب ان نقطعه هنا بالنسبة للحجم 50-52 جرام 50-52 جرام 30 سنطين اذا كانت المقلة صغيرة ستصغر الحجم 20-22 جرام 30 جرام سنشكل هذه الكويرات ونغطيهم بالبلاستيك ونردحهم قد ما قدرتهم قد ما اعطاكم الوقت من نص ساعة فما اكتر سوف نضيفهم هنا تقريبا ساعة ونضيفهم حتى نخدم الورقة قطعت الورقة 30 سنطين وعند قليل من الزيت وقليل من الدقيق او النشا سنبدأ نضيفهم بالطقيق ونرشهم بالطقيق على سطح العمل ونبدأ نقوم بيدينا بحالة تشكل هذا او بالدل او المدلك بحالة طريقة كيف يسربطه مكن نطلقواهم شي بشيء بحالة تشكل يعني اوحد القطر 10 سنطين سوف يبدأ هنا سنخدمو 3 سنطين 3 سنطين حسب الورقة لدينا 30 سنطين ف3 سنطين او الزيت 30 سنطين إذا زيتوا الكمية كويرات فالتماً ستتلقون قليل القطر كبير فردوا البال فهدي ضروري خصوصيكو عندكم الصينية كبيرة او المقلة كبيرة باش تقدرو تتعملوا كثير من تلاتة هنا يكن ندهن الورقة الأولى بالقليل من الزيت ونرش عليها الدقيق كافي وكذلك نجيب الورقة التانية او القطعة التانية ندهن بالزيت ونقلب عليها وندهن من فوقي كذلك بالقليل من الزيت ونرش الدقيق ونغطي بالثالثة الغير نغطي بها اما كان من الأول ومن فوق سوف نزلها ترتاح سوف نكمل الكمية كاملة هنا كور ثلاثة مع بعطم سوف نطلقهم بهذه الشكل سوف نطلقهم في الأول في حال ما قلت بالدقيق ونحيدهم على جنب ونطلقهم ثلاثة كنجيبوا الولية هنا سوف نجيب الفرشات ونتهن بالزيت من فوقي ونرش كمية دقيق تكون كافية باش ما يلسقو لكم شي من بعد وبعد نجيب التانية غادي ندهن بالقليل من الزيت كذلك والقلبات جهة ديال الزيت غادي نلقيها معصد اللولانية حال هاتشكل ندهن من فوقي بالقليل من الزيت كذلك ودقيق صافي ونرش دقيق ونشد باللخرانية بعد ما ندهن بالقليل من الزيت صافي ونكمل كمية ديالي كاملة بنفس الطريقة ونبدأ اللولة اللي عدلتها غادي تكون مرتحة ونبدأ ونطيبوهم هنا ديك الورقة ديال الزبدة غادي نجينا القطع را نحطها في النص ما الأفضل إلا بقيتوا باش متقشي تهرب لكم الورقة دهنوا الورقة بالقليل من الزيت ونجيب المطلق ونطلق هذه العجينة ديالي بالتساوي تشبر الفورمات ديال الورقة بهتشكل هادا كنتلقوها وركزوا على الجناب البنات ما يجيوهم شي جناب غلاطين الجوانب ما يجيو شي غلاط يعني ركزوا عليهم تهما أنهم تطلقوهم كمشيو هكذا كنتلقو معاها كاملة كتجيبوا الضبط البنات العبار ديال خمسين جرام كتجي الدورة ديالها اهلا قد ثلاثين ديال السنطيم حق ما تفوتو شي فوق ثلاثة ديال الكويرات حلقوا لكم إذا فوت فوق ثلاثة فأوتوماتيك ممكن تدد لكمية العجين فميلة غادي تطلقوها غادي تخرج لكم على الورقة فهذا العبار عندي مضبوط سافي غادي تطلقوها مزيان بحالة تشكيل هذا غا تكون عندي المقلة عملتها تسخون والعافية حانية يعني مرة يعني سخنت المقلة والعافية حانية نهائيا سافي غادي نحسبه غير واحد عاشران خمسة عشر ديال السجوند ونقلبوها جي اخرى احنا الهدف ديالنا هنا ماشي نطيبو الورقة الهدف ديالنا غير نسهدوها باش غادي نفكو ورقة على ورقة ها هي كم بدأوا بحالة تشكيل هذا كنقلبوها حسبو عشر خمسة عشر شجوند قلبوها وحجوش تلا تضل مرة تسافي كتكون وجدة كتعرفوها كتشوفوها كتبدا في حالة تعمل تنفخ كتعرفوها بان نصافي او لما تشوفوه ها هي بدوكو يزولو صافي يوم ما ما مخصوش الورقة تحمر البنت مخصوش تلا تعمل او تعمل او تولي اللون ديال لبني او لاش حاجة لا خصوش تبقى بحالة تشكيل هذا وفي نفس الوقت الورقة تتفكو بها تشكل طريقة سهلة غير فعالي قلت نطيبوها يعني يوم غصوم غير يصهدو بالحرارة شوفوا معينة نزولكم هادي فوق البوطر نطفيت البوطر هنا يوم البنت تطافي البوطر ها هي باقي نريهم لكم نغم المو خليهم غير يدفو شوية ما تخليهم شي بردو قليل غادي يصقبوها يعني هما بقين نصخيخنين نتفكوهم لانا بقين نصخيخنين ها هي هما بقين نصخيخنين ها هما تلاتة الورقات شوفوا كيفاش عاملين شفافين ها مزيونين غادي نحايلهم على جنب ونعمل او المنديل نغطيهم او البلاستيك ونستمروا في الكمية ها هما البنت تلاتة الورقات للوالا ها هما طريقة ناجحة إن شاء الله والنتيجة ستجيكم رائعة ها هما ورقة شفافة ومتواعة في الخدمة وإلى استيك كذلك تخدموا بها أي حاجة ثلاثة المجموعة الثانية تطلقتها بنفس الطريقة ونطيبهم كذلك بنفس الطريقة كنقلبوا كل 15 ثانية أو كنحسبوا 10 أو 15 وكنقلبوا ترى هذه الورقة تهزم من فوق اللوجين ونطيبهم كيف يعملون حيث يتنفخ من فوقعات هاوما هنا البنات شوفوا معي كذلك نطفيت البوطة هنا غير ما نريكم فوقهم ونطيبهم كيف يعملون ها هي شو كيف يعملون بحق القطعة من التوب لا يتحرسوا ونطيبوا لا يبسون ونحن لا يحتاج أي شيء هاوما البنات هنا تحزموا بكل سهولة تحزنهم بكل سهولة ونطيبوا قليلا يعني لي لسكوك ونطيبوا بعد مرددون هاوما يتح deserves اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة